أهلا بيكو عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أوراق اقتصادية قطاع التشهيد هو القاطرة التي تجذب الاستثمار بالأرقام قطاع التشهيد يعني 60 صناعة يعني 4 مليون عامل بيعملوا في هذا القطاع يعني تقريبا 105 مهنة تتعامل مع هذا القطاع استثمارات ضخمة بالمليارات وهو أحد الملفات الهامة على ما أعتقد أمام المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس القادم في مشاكل بتواجه هذا القطاع واستثماراته وفي نفس الوقت هناك أمال وطموحات مؤمولة لهذا القطاع في الفترة القادمة اسمحوا لي يكون ضيفي النهاردة قعد الأسماء الباردة في هذا القطاع المهندس فوز السيد وعضو تحدي التشهيد وأحد كبار العاملين في هذا القطاع أهلا بيك أهلا بحضرت فنم وأهلا بالسلام مشاهدين أهلا المساعدة ربنا يخذيك فوز بيك في تقييم القطاع ودوره وطموحات الناس من الدور المأمول في المستقبل لهذا القطاع والحقيقة إحنا تمحط جميع العاملين في قطاع التنمية آه تمحط كبيرة جدا في المرحلة المقبلة وخاصة أن يعني زي ما إحنا شايفين أن سيد رئيس بدأ ببرنامج قوي وهو مشروع إنشاء قناة السيويس جيدة وهذا معناه أن الأمل كبير في أن هذا الملف ملف التنمية بالكامل يتفتح آه آه من أول التنمية أنت دارك بتعتبر مشروع القناة جزء منه إنشائي آه طبعا طبعا جزء منه إنشائي عظيم وبعدين هذا بيماهد الطريق لفتح أبواب كثيرة في جميع المجالات مجالات الزراعية آه آه العمرانية آه الصناعية آه السياحية يعني خلي بالحظك أن هذه المنطقة بعد ما حدث بها من تغييرات آه هتبقى مقصد سياحي كبير جدا مقصد سياحي يعني سبتك عايز فنادق يعني حضرتك عايز منتجعات يعني في عاملين يعني هذاك محتاج سكن للعاملين حضرتك هذا المحور الجديد ده آه آه له شأن كبير جدا في تنمية الوطن وفي اصدهار مهنة المعمار اللي سيادتك بلقى في الكلام فيه كعاملين في هذا القطاع انتظرته تحقيق هذا الحلم من كم سنة العمل في هذا المحور على وجه التحديد والله انا مخبيش على حضرتك هو احنا بقلنا فترة طويلة جدا من سنة ستة وستة ومن سنة الفين وستة واحنا تقريبا في توقف تام في مشروعات التنمية من الفين وستة من الفين وستة من ساعة ما بدأت قصة المزادات النهاردة المزادات دي وقت وزارة المغربي تقريبا وقت وزارة المغربي انما التنمية فيه قبل هذا التاريخ كل المستثمرين في هذا القطاع تردوا على موضوع المزادات ولا كان يروق للبعض هو حضرت كان بيبقى بالنسبة للبعض يعني سبوبة كبيرة يعني ومصدر ربح سريع وكانوا ببصر على انه بيشتري بخمسة وهو معين خمسة عرض بسبعة حيبيع مش ممكن لتطبيق مبدأ الشفافية يبقى المزاد مطلوب والله هو ستك هو في المراحل السابقة كان اولا مبدأ الشفافية كان موجود ليه لكان الارض موجود لم يتقدم انسان لحجز قطعة ارض وما خدهاش يعني كل اللي تقدم على قطعة ارض خدها وكانت الرسالة هي تنمية الوطن وهي فتحة المجال في التنمية والتعمير في الصحراء بس دلوقتي بشماندس فيه ازمة بقى المعروض قليل والمطلوب كتير لان اصبح الارض ترتبط بالمرافق المرافق اصبحت الدولة بتواجهها بعض الصعوبات في ترفيق الاراضي فزي الاراضي الصناعية اللي اطرحت منذ فترة تقريبا كانت الف قطعة تقدم تقريبا 14 ضع في العدد ما قولي لان السوق فيه شح او فيه فقر فيه المعروض ما فوشتش يا مره تمام فيه فقر في المعروض عشان المرافق المرافق حضرت بشيء هل المطور الصناعي اللي طلع بالنسبة للاراضي الصناعية هيقدر يحل المشكلة ديت؟ اه طبعا اولا المرافق وتنفيذ المرافق واقامة مرافق جديدة ما بقاش مشكلة عند حد خلص وابقاش مشكلة ممكن حد غير الدولة يعمله؟ اه طبعا طبعا هو بعدين ستك هو اكثر الشركات التي كانت تتبع الدولة فيما سبق في جميع المجالات فشلت اه وانما على الوجه الاخر جميع القطاع الخاص نجح ونجح بنسبة كبيرة بدليل انه هو لما نزل الصحراء عمل لها اسم واقام فيها تنمية حقيقية سريعة يعني حضرتك كانوا بيدوا طبعا تقصد اسماء معينة طبعا مشانا قدر نجوز كرة بس هو في مدينة بنت احية تجمع الخامس ومدينة اخرى تبنت احية الشروع يعني حضرتك منطقة ما بين السويس وبين القاهرة كان هناك منطقة صحراولية يعني لم يقربها احد طيلة التاريخ لما اسندت لشركة قطاع خاص كانت النتيجة النهاردة انها يعني اه ارقام فيها بتعادل ارقام في مهندسين وفي جاردن سيتي في اسعار المعلود هناك ليه لانها اقيمت صح واقيمت بعلم وكانت تخطيط فيها على مستوى عالي من ابنائنا المصريين اللي هما النهاردة قادرين على انهم يقتحي مؤي مجال المرافق مش مشكلة المصريين مبدعين المصريين لما خدوا امر من سيدة الرئيس اتناشر شهر وتخلص القناة خلصنا اكتر من تسعين في المية حفر الجاف من الحفر وبدأنا في الحفر الجاف خطم سيدتك ده بيقول لي هادك ايه بيقول لي هادك ان اذا كان في جدية وفي متابعة وفي اقدارة قوية تعمل اي حاجة مش بمرافق بس لا وما بعد المرافق النهاردة حضرتك بمناسبة المؤتمر الاقتصادي الذي سيوقع في مرحلة المقبلة مطلوب ان يكون هذا المؤتمر اللي بيدعو اليه السيد الرئيس الجمهورية وجميع السادة الوزراء القائمين في جميع المجالات والتخصصات ان يكون هناك مشروعات ذات مستوى يليق بالقادمين من جميع المستويات من اوروبا ومن العالم العربي عشان خاطر يقدمه لحضرتك هايزة مشارية متكاملة وفي درسات جدوى على مستوى تليق بهؤلاء وقوانين ولابد ان تكون هناك قوانين قوانين ايبا ايه اللي مطلوب من القوانين احنا طب احنا احنا وخصوصا انا اعلم ان هناك قطاع كبير جدا من المناقشات داخل هذا المؤتمر ستكون تخص القطاع المعماري والتشيد العرب يستهويهم القرى السياحية والمشروعات التي ذات طبع انشاء كبير هو حضرتك احنا عايزين نركز في منطقة جديدة خالص عايزين نبدأ بمشروع يكون لم يفكر فيه احد وفي نفس الوقت حضرتك لم يقربوا قبل ذلك احد من المستثمرين سواء المصريين او الاجانب علشان خطت تبقى له طبيعة خاصة دي تستهويهم النهاردة لما تيجي حضرتك فيه منطقة من المناطق وتروح عرض مشروع متكامل هذا المشروع متكامل يكون فيه جزء سياحي جزء فيه خدمي جزء اسكان جزء ازراعي جزء اصناعي جزء مزارع سواء كانت مزارع مزارع لمنطقات معينة تصنع عشان تتصدر او منطقات معينة مثل اللحوم مثل الاسماك مثل المشروعات كثيرة جدا جدا وعند حضرتك رقعة موجودة ممكن تخين فيها هذا المشروع ويمكن احنا مقدمين مشروع بهذا الشكل علشان خاطر يعرض فيه المؤتمر الاقتصادي لان هذا المشروع مشروع دويلات مش دولة مشروع كبير جدا وهتدخل فيه جميع المهن وجميع الصناعات وجميع الافكار حضرتك عامل دراسة جدوى للمشروع مين دراسة بزبط عن هذا المشروع وابتقد ان حضرتك قلتلي ان حضرتك قدمت بالفعل لبعض الجهات المعنية وبيتم دراسته حاليا احنا فعلا قدمنا حضرتك المشروع ده في المنطقة ما بين العين السخنة بحر الاحمر وما بين القطمية حضرتك انا هتكلم حضرتك باستفادة عن هذا المشروع لكن هنذهب الى فاصل ونعود مرة اخرى عدنا مرة اخرى وقبل الفاصل كنا بنتكلم على المشروع طموح طرح والمهندس فوز السيد على الكثير من الجهات المعنية ومشروع تنمية في غرب السويس ممكن حضرتك تقول لي تصورك المشروع ده هو حضرتك المشروع ده يبدأ من الكيلو 36 نهاية مدينة الامل اللي هي امام مدينة القهيرة الجديدة وينتهي عند البحر الاحمر اللي هي منطقة العين السخنة كم كيلو؟ حوالي 90 كيلو تقريبا المشروع ده عبارة عن شق مجرمائي من البحر الاحمر الى ان يصل القطمية انا عارف ان في اختلاف في المنسيب ولكن هستغل اختلاف في المنسيب 90 كيلو مش كتير وهياخد جهد ده قناة السويس كانت 37 كيلو هو كانت حكاية القصة هو جهد لو حضرتك ستقيمه شركة واحدة ولكن ده في منطقة سياحية طولها 26 كيلو في منطقة صناعية طولها حوالي 12 كيلو في منطقة بحيرات متفرقة هتوزعها على المساحة في حضرتك منطقة تنمية وتعمير اللي هي انشاء وحدات سكنية للعملين بالمشروع في منطقة سياحية يسمح فيها باقامة الابراج على غرار بدوئي ايه الميزة النسبية في المنطقة دي بالزيت عشان تقيم حضرتك هذه منطقة صحراوية تماما لم يقربها احد في التاريخ طب يوصل لها مرافق ازاي هتبقى تكلفة بغيبة ولن معمول فيها طريق ليس له مثيل الا في اوروبا اللي هو طريق قاهرة عين السخنة الجديد اللي عاملها قوات المسلحة طريق ملفز بجميع الطرق العلمية وبه انفاء ولا توجد عدة قطعات وبه خدمات عالية جدا جدا احنا بنستغل كلمة على المية والكهرباء نعم كلمة على المية والكهرباء المية والكهرباء ده مشروع ضمن المشروع ممكن الطاقة الشمسية وتقطع الريحة ايوة بغلبولي تلك مشروع هو مشروع هتجيب سادتك احدى الشركات في المؤتمر الاقتصادي وتقول له يا جماعة والله احنا عندنا مدينة جديدة عايزين نبنيها على الطاقة الشمسية او على مصادر اخرى سواء مصادر المصدر الرياح او مصادر الطاقة الشمسية عندكم الاتنين وعندكم الجبال وعندكم الصحرة موجودة اعملونا دراسات قدموهن عشان احنا محتاجين الف ميجاواطل حتة دي والزيادة حليب انتغلنا هتبقى مدينة صناعية سياحية هتبقى منطقة صناعية سياحية سكانية هتبقى فيها كل هش فيه مشكلة ان انا اجمع ما بين منطقة صناعية وصناعية جنب بعض لا انا هوزع هتبقى ظاهير للعين السخنة هتبقى ذاك ظاهير للعين السخنة وتبقى برضو كانها مشتة وكا انها مشتة مشتة جديد خلقته في المنطقة مشتة جديد عند هذك فيه مشروع ان هذك برضو حد يقدم من السادة المستثمرين الكبار مشروع انشاء مترو طائر ما بين القطمية او ما بين القاهرة أو ما بين الستراد لغاية لما تودي إلى السخنة يعني مترو طائر مترو طائر ده مترو اللي هو مترو السريع اللي هو بقى برف يعني في القطار السريع القطار السريع القطار السريع اللي هو هذا كذي دبي اللي عملها اللي هو عبارة عن أعمدة شايلة المترو بقى ماشي بقى الطريق أهلا عشان خاطر فرق المنسيب هنستخدم دوت علشان خاطر يبقى ما يعمليش إشجال تحت في الأرض وفي نفس الوقت حضرتك يكون وسيلة انتقال من القاهرة اللي هيعملوا في هذا المشروع هو الفكرة من المشروع إيجاد مشروع ضخم عشان خاطر أقدر أعليده على السادة المستثمرين لأننا المؤتمر بهذا الحجم ودراساته جاهزة ودراساته جاهزة تنقصها بعد البيانات اللي أنا ما قدرش أجيبها اللي لازم تيجي عن طريق جهة سيادية لأن هي اللي تملك أعرضت على مين حضرتك المستثمرين أنا أعرضت وين الجهة اللي اهتمت الجهة الوحيدة اللي اهتمت بهذا العرض قوات المسلحة أنا أعدت في قوات المسلحة مع إحدى كبار واحد من السادة كبار العاملين في قوات المسلحة واستمع لي وكان مع بعض الخبراء اللي بفهموا كويس جدا في التنمية وهما ناس أفاضل ومستمعوا كويس جدا وهما أكيد في الفترة من شهر سبعة لغاية دلوقتي بيدرسوا إزاي إن احنا نقيم هذا الموضوع السألت كذا سؤال في هذه الجلسة كان أهمهم منين التمويل أنا الحقيقة متفائل جدا بأهلين المصريين وأكدت له إن حيطلع من الدواليب وحيطلع من الخزائن الخاصة اللي في بيوت أكتر من 30 مليار ودي حصلت المفاجأة في موضوع الاتفتاب بتاع قناة السويس عند هذك 42 مليار جم من الدواليب وجم من الخزائن الخاصة وجم من مداخرات الناس الناس الحقيقة عايزة أمل فشافت الأمل في مشروع قناة السويس جريت عليه لما تيجي النهاردة هذك وتعرض هذا المشروع إحنا عملنا المشروع فكرته رفع قيود الارتفاع عن هذه المنطقة ليه؟ عشان خاطر نقدر نعمل أعمال متميزة النهاردة سيتك لما تجيب مستثمر من دبي ولا من الإمارات ولا من السعودية وتقول له تعالى عشان تعمل عن مدينة خمس دوار ما تستويش عنده حاجة إنما أنا مجي تقول له تعالى أعمل مش جزابة عنده أعلى برج في العالم برج خليفة ارتفاعه قدي يقول له سيتك ألف ومتين متر تقول له طبعا إحنا عايزين نعمل برج بقى اخت مرحضك هنا في مصر أم الأهرامات وم التاريخ الضاقمة ده عايزين نعمل حاجة طليق بيها يعملها إحنا مصريين قدرين نعملها لكن لما بنعملها كالستثمرات إحنا بننوع الموارد من العالم وفي نفس الوقت حضرتك كام واحد حيشتغل في هذا البرج كام عمل كام صنعة كام مهنة كام مهنة بعد ذلك هتشتغل في السياحة مهو ده هتعملوا فندق بس أنا ورده بنطلب أن تكون جهة كبيرة تحوص ثقة الناس هي اللي بتشرف على هذا المشروع لأن المواطنين اللي خلاهم أقبلوا على شراء شهادات قناة السويس كان نداء من الرئيس وتطوع من البنك المركزي سيد الشام رامس محافظة البنك المركزي والبنوك الوطنية الناس مشيت وراء إحنا أولاً في هذه الفترة أنا واحد من المواطنين وشركاتي عام ١٨٠٠٠ بعبر عن احترامي وتقديري للسيد الرئيس ومجموعة القريبة منه والسيد الرئيس الوزراء إنهم محل ثقة واحترام الجميع والثقة مفرطة وثقة في مكانها وبنقول إن المشروع اللي حيطرح ويفتتحه السيد الرئيس الجمهورية ويعلن عنه يبقى هو ده المشروع اللي يتوسق فيه وفي نفس الوقت البنوك المصرية أولاً حتستفيد استفادة كثيرة من دوران رأس المال فيها لأن فلوس حتخش فيها وتخرج تاني للشركات اللي هي منفزة ومجموعة الصناعات اللي حتبقى محتاجها هذه الأبراج أو هذه المشروعات بعد إذنك هنخرج لفاصل وأنا أعود مرة أخرى لاستكمال للحوار عودنا مرة أخرى لاستكمال للحوار عدرتك هل تنقشت مع بعض المستثمرين في قطاع التشييد أو قطاع السياحة في هذا المشروع ولا هو يحتاج إلى تدخل حكومي الحكاية أكبر من مجموعة المستثمرين اللي في مصر الحقيقة أولاً وأنا عايز أقول لحدك أنه أكبر من المستثمرين لأنه يلزموا أولاً تعديل بعض البنوط في القوانين نمرة واحد نمرة اتنين يلزموا موافقات من الدولة تلاتة يلزموا اشتراك مجموعة كبيرة من جميع التخصصات اللي المشروع ده يعني حيجمع بينها العايز بس أقول لحدك أن المشروع ده حيتنفذ على 20 سنة هيتنفذ مرحلة الأولى في خلال 5 سنوات وهي تبدأ من مرحلتين المرحلة الأولى اللي هي السياحية اللي هي عند البحر الأحمر والمرحلة دال اللي هي وقال بيهو دال واللي هي دال اللي هي تبدأ من كيلو 36 العين السخنة المشروع ده إراداته في العشرين سنة 5.460 مليار يعني 5 تريليون 5 تريليون 460 مليار المشروع ده حضرتك حينقل مصر وهذا المربع من الشكل اللي هو فيه لا يسمر ولا ليس له أي فائدة يعني هذا لا يوجد غير أنه هو فيه طريق بيوصلنا لعين السخنة بس لكن ليمين يعني المكسب هيبقى جايمنين من القرص سياحية ولا من المصانع أكثر لا هو هذك المشروع متكامل المشروع عنده هذك مشروعات سياحية عنده هذك أراضي حتتعرض للبيع وإحنا مقدرين سعر متر الأرض مش 700 جنيه و800 جنيه مقدرين سعر متر ببيع بطلق الارتفاع بألفين جنيه لغاية 12 دور بعد 12 دور لقامة أبراكسة 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 بس المنطقة دي هتبقى يعني جاذبة للناس عندما تسكن فيها بعيدة على القاهرة حضرتك المنطقة دي بينها وبين القاهرة بالظبط نص ساعة يعني هذا يعني على نفس مستوى الشروق حضرتك لا لا ده احنا بيننا وبينها أقل من 30 كيلو الشروق أبعد نعم الشروق أبعد 40 كيلو لكن دي 30 كيلو وفي نفس الوقت حضرتك يعني مفتوحة يمين وشمال بس هو القصة خاصة ان انت بتنشئ مجتمع جديد بتنشئ مجتمع جديد بفكر جديد الفكر جديد اللي هو يعني مش عايزة اقول تقليد دبي لكن هو ناخد دبي حيزة وينقول ان احنا والله احنا هنطور كمان والله دبي انت عملت كذا لا احنا هنطور هنعمل حاجة هنضيف الشيء العظيم اللي انت عملت احنا هنضيف ليه كمصريين وكعندنا ابنائنا العاملين في هذا المجال في وجال التنمية بالذات عندوك افقار كثيرة جديدة المشروع ده هيبقى فيه يومي 300 ألف عامل 300 ألف عامل من جميع التقصصات بعد سنة هيبقى فيه 300 ألف عامل المشروع ده هيبدأ بنفس النظام اللي بدأ أستاذ الرئيس مجرد ما تستصلح 200 قطعة 300 قطعة سلمهم لصحابهم اللي اشتغل وانتج سنة البرج مش طالع زي ما كان بتحيمت زمان زي ما كان بيعمل كان بيدي مولة للتنفيذ هو ده اللي يهمني إن أنا إن أنا أدي له مولة للتنفيذ عشان ينفذ ومش حدي له ثلاث أربع سنين لأ لإن أنا في حاجة إلى زيادة سكانية اللي بتهجم الرئيس كان يقول إحنا ما عندناش وقت نعم الرئيس كان دايما يقول ما عندناش وقت ما عندناش فعلا إحنا وعلى في رفاهية للوقت فعلا إحنا فعلا ما عندناش وقت فعلا وفيش حاجة نرى إن أنا إن أنا أشتغل لغاية ساعة اتنين وعملت لا وعملت روح وقالت لا فيه وردية تانية تيجي تشتغل وتنتج لإن حضرتك مصر تحتاج الآن إلى زيادة الانتاج أنا كنت مجهز إن هنعمل مشروع قناة السويس في ثلاث سنين أيها فان وفجأت إن الرئيس بيعمل لي كده يعني سنة واحدة بتقطع وخلاك عملت إيه قال لي في ثواني دربت المسألة في دماغي قلت خلص حضرب الشركات في ثلاثة بدل ما تبقى مثلا عشرين شركة يبقوا ستين شركة بالزبط وحلول ما فيش حاجة اسمها لا كل شيء ممكن ده سعدتك اللي أنا بقوله على الطريق على التمانين كيلو ولا تسعين كيلو الشركات الكبيرة اديها عشرين كيلو الشركات الصغيرة اديها اتنين كيلو اديها اتنين كيلو تستغل فيهم تنتجوا تسلمهم لك مش تدهم لها بيلك لأ أنا بقصد هنا على الانتاج أن يسلم للجهة الكبيرة اللي سنتك قلت عليها اللي هي هتبقى في الآخر مسؤولة عن عن إدارة هذا المشروع في كل جوانبه وفي كل تخصصات اللي احنا طرحينها فيه احنا النهاردة محتاجين إمتاج محتاجين سرعة محتاجين قرار محتاجين تعديل للقوانين المستثمر القادم المستثمر جاد نتمنى انه ما يجيش ويمشي من غير ما يلاقي المشروعات المطروحة مشروعات حقيقية جاهز انه ينفذها بكرة المستثمر جاي لحدك بيضيع وقته وجاي حاطت في دماغه انه حيقابل اكبر واكتر من مسؤول وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية انه هو الكلام اللي حيتقال في المؤتمر المشروعات اللي هتعرض في المؤتمر مشروعات حقيقية ونختصر في الوقت نختصر في وقت المستثمر عشان المستثمر مش جاي يقعد مش جاي ما عندوش وقت ما هو يعني يقعد يومين ستة سبعة تمانية لا ده جاي عايز يسمع مشروع واتنين ويره ماشي وباعت اللي جان بتاعته تيجي تدرس هذا المشروع على الطبيعة تقوم تيجي تلاقي دراسات محددة والله احنا عندنا في التنمية العمرانية عندنا مربع ألف وي وجيم وده الويسين ده كذا وده كذا وده كذا عندنا في المجتمعات السياحية في جزء المنشأ حديثا في العين السخنة الجزء ده عبارة عن يمين الطريق والبحر الشمال يبقى أنت الجزء ده هتقسمه إلى أجزاء هناك شركات كبيرة هتبقى موجودة منتظرة أولا المشروعات اللي هتنفس فعلا منتظرة أنها تبدأ وبسرعة لأن العالم دلوقتي كله أصبح حاسس بأن مصر فيها أمان ومصر فيها أمل فبيتمنى أنه يكون في هذا الوقت موجود عشان يجني اسمار رحلته ويقدر ينفذ المشروعات اللي بيطلع إليها عايزة أسأل حضرك على العقبات والمعوقات التي تعوق قطاع التشهيد ولكن إذن لأن نذهب إلى فاصل ونعود مرة أخرى أعزائي المشاهدين عودنا مرة أخرى كنت بتكلم مع المهندس فوز السيد سيد قبل الفاصل عن العقبات والمعوقات التي تعيق الاستثمار في قطاع التشهيد والحافة أنه أنا يعني نمر واحد زي ما تكرمت سيادتك وكلنا بتكلم في الأول أنه هو موضوع تخصيص الأراضي والمزادات الشركات الصغيرة اللي زحلتنا أصبحت بتاج الدعائق كبير جدا جدا في أنها تستحوذ أو تشتري أرض عشان خطوة تقييم عليها مشروعات سكنية سكنية نمر واحد نمر اتنين حضرتك الترخيص الترخيص وصلت لمرحلة أنا آسف لتعقدات الإدارية والقانونية تعقدات إدارية والقانونية التي تصل إلى سنتين ونص عشان تطلع ترخيص ترخيص لبرج سكني لمدينة سكنية مدينة سكنية تاخد موافع من كم جهة أنت بتلف حلقه بعد ما تخلص تفوقي أنه استحدثت جهة جديدة لازم ترجع لها يعني من كل أسف كان القانون 106 اللي اتعدل سنة 96 قانون 111 سنة 96 القانون ده كان اسمه 106 اتعدل في سنة 96 وبقى اسمه قانون 111 سنة 96 القانون ده ألزم الجاية الإدارية بصرف الترخيص في خلال تلاتين يوم وإلا كان واخد الترخيص دلوقتي الموظف برضاش يستقبل منك الترخيص بيمتنع بيمتنع ليه ويقول لك كميلي الأول واحد اتنين تلاتة اربعة وكله اشترك في إضافة بنوات تعقيدية عشان خاطر يعني يتزهق وتكره المشروع وما تعملوش هو يعملو ليه كده طيب عايز بدور على إجابة للشؤال دوت هو المواطن المصري أو الموظف المصري عنده ليه القوانين العتيقة والبيروقراطية اللي بقالها 900 سنة يعني هو ممكن يكون بيخاف على نفسه يقول لك عشان خاطر أنا أحمي نفسي أنا أحمي نفسي بقوت غيره أنا لو جرأ لا مش فرقة معاه مش فرقة معاه مش فرقة معاه تشتري حتة أرض حتة أرض 600 متر 8 نهار ده بقى 20 مليون جنيه بتقعد سنتين ونصف شاء الله مع النهار طلقت مش فرقة معاه يعني ما بقيش تفرق سنتك معاه أن النهار ده أنت تستخر الرخصة في 30 يوم زي ما بيقولي القانون الأساسي ولا في أكتر ويستحدث لك حاجات يجي مثلا يقولي سنتك لابد أن يقوم عندك عقد مسجل القانون ما قالش كده معك عقد لأن الرخصة أساساً ما تثبتش ملكية الرخصة لا تثبت ملكية بالسند ملكية بالسند ملكية استحدث بعد هذا القانون 101 العظيم ده أنا بقول هذا القانون يعني مفروض كل ما أضيف لي تشال تاني إحنا أمسل حاجة لأن تدور عجلة الإنتاج وبكرة زي مرسة رئيس وبكرة نشتغل أقدم الرخصة أنا هقولي معليك في خارج سريع كده بس في دبي حضرتك وإنت قاعده قدامي الكمبيوتر بتقول أنا اشتريت حتة الأرض رقم خمسة شارعة كذا يروح بيطلعك الأرض دي بإسمه محمود خدت رحضك سيادتك بتقدم على الفاكس ولا على الإيميل بتبعث له أن أنت اشتريت الأرض دي ومعاك الأعادة دي يروح نقلها بإسمك ويديك في نفسه عرف ده حضرتك بيرتبط بإيه بحاجة اسمعها البروباند بروباند اللي هو الإنترنت فائق السرعة نهايات طرفية من الجهات الحكومية مرتبطة بكل القطاعات لنقل المعلومة بسرعة ده المهندس عاطف حلم وزير الاتصالات بيسعى لتطبيقه في مصر عشان تنتقل إلى المرحلة اللي حضرتك بتكلمها لت أنا بقول النهاردة بالطريقة المستندية الموجودة أقدم الورقة دي يديني تصريح حفر ويديني رخصة أو إذن ركب المية وركب عدد قهربة على معمل السواتر وعلى محفر يكون هو خد الشهر أو الشهرين اللي هم مطلوبين عشان خطر يستخرج الترخيص وهو عنده ضغط عليه جديد يؤهل المكاتب الشرية اللي فيه أسدتنا القبار دكاترة الجامعة أسدت العمارة يدرسوا هذا الموضوع لأنهم أسرع شوية ويددروا من عنده خطبها لحضرتك يعني كفرينجليتر بيقول والله اصرفوا هذا الرجل أو اصرفوا لهذا المشروع الرخصة فلانية وإحنا بندرس بقية المشروع حضرتك مش هتنطف في يوم وليلة تحفر أساته تطلع عشرين دور لا انت على ما تحفره الوقت ده الوقت بقى ليه تمن طبعا النهاردة معليك الوقت ليه تمن دي من المعروف من حوافظ للساسبار اه دي طبعا يعني يعني في ناس ساعدتك عايزة دورت رأس في المال ما تستنى سنتين ونص على ما ت بص باي ساعدتك المشكلة ستنى سنتين ونص تقوم الأرض للتشريعة بخمسة بعد سنتين ونص بقى باثناشر طبب ابنيها ليه ما سبها سقاحها كمان سنة يعني هي القوانين دي بتدعم الفساد بتدعم هذك الفساد بتدعم عدم الحركة انا يمني نهاردة الصناعة يمني يمني ان هذه الارض او هذا الترخيص يديني دورة رأس مالية عشان اشتغل عشان اشتغل وراي لكن انا اكسبت واللي وراي ما اشتغلش يبقى ما عملناش حاجة تمام استأذنا كان اخر من الفصل فنعود مرة اخرى قدنا اعزائي المشاهدين مرة اخرى وكنا بنتكلم قبل الفصل على العقبات التي بتواجه الاستثمار في قطاع التشهيد ممكن تدليل هذه العقبات قبل مؤتمر مارس القادم من خلال تعديلات تشريعية واضحة اه فان الممكن هذا خواصياتك يعني الموضوع يحتاج دراسات وابحاث ومناقشات هو باند باند واحد يطلع بإلغاء كل ما يزيد على القانون 101 لسنة 1096 قانون المعدل لسنة 1096 قانون البناء قانون البناء الموحد اللي اتعمل اتعمل لغارة خاص عملوا الوزير المغرابي برضو وعملوا لغارة خاص هذا القانون لايحة تنفيذية بتاعته سيئة جدا سيئة جدا جدا ليه اتحاد التشهيد والبناء ما بيخص موقف لتبني هذه القضايا يعني اعتقد ان من المفترض ان الاتحاد ده القب الروحي لكل من يعملون في مهنة التشهيد مفترض ان هو يتحرك هو رئيس الوزراء اذن قطاع التشهيد والبناء هو سيد رئيس الوزراء طبعا الله كنفعونه طبعا يعني هو مسك رئيس الوزراء في وقت في ظروف صعبة جدا طبعا في ظروف صعبة جدا ربنا معاه ولكن هو اتحاد التشهيد حضرتك يعني هو طبعا فيه اخواننا الكبار اللي هم الرئيساء والمديرين ولكن هو احنا الحقيقة يعني معاناتنا اه ما هياش جزء من برنامج اتحاد التشهيد وبناء هو اتحاد التشهيد وبناء احنا كده كده بندفع الاشتراك كده كده بنشترك فيه اه النمى هذه المعاوقات بكل اسد احنا مناش اه حد نقدر نتحد او نقف تقدش مع بعض ليه طيب حضرتك ككبار المستثمرين في هذا القطاع وتبتدوا تطرحوا المشاكل انا عارف ان فيه اسماء كبيرة كل حضرت يعني هو يعني معلش يوم كده الاسماء الكبيرة اللي هم اخواننا الكبار فيه صبور عامر فيه صبور فيه صبور الناس دي الناس دي يعني معلش يوم برضو هم مش عايزين مشادمات سياسية يعني لانه اصلنا نهارده خلافه وصدام سياسي اصلا لقصة مش خلاف سياسي انت بتتكلم في القانون معي يعني هيعمل هيعمل صدام يعني 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 انا سيد دي انا تعرفت كنت قادر مجل الشعب وكنت عارف لما كنت بخش في موضوع موضوع يهم الوطن ما يهمنيش عمر واحد هيتكلم على قانون عشان يفيده هو الواحد اللي بنتكلم فيه معا ما تفصلش الشخص اه ما تفصلش الشخص واحنا اللي بنقوله دلوقتي ده بنقوله علشان يفيده الوطن احنا النهارده لو بيبني في مصر تلات تلاف عمارة كل يوم زي ما يبني عشرين الف عمارة لا طبعا اولا هتساعد على حل ازمة الاسكان ثانيا وده المهمة عندي سيزيد فرص العمل بنسبة يعني يعني لا 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 بتتحسبش احنا قلنا ان فيه اربعة مليون عامل عمالة شبه مباشرة بتعمل لهذا القطاع ستين صناعة مية وخمسة مهنة بكل اسف تمانين في المية دولوا قفين دلوقتي بكل اسف الدنيا اتحركت شوية بكل اسف وعلى فكرة القطاع دوت يد على الاقتصاد غير رسمي وغير منظور اللي هو مش داخل في منظومة الدولة بتاعت الدرائب وغيرها القطاع دوت بعض الخبراء قالك ان هو اللي احيا مصر الفترة اللي فاتت هو اللي سندها قطاع غير رسمي لما نلاقي مقاول البطن محدش عارف عنه حاجة لا في الدرائب ولا في اي مكان ولكنه مشغل ناس فاتح بيوت عامل استثمارات مشغل مصانع الاسمن مشغل مصانع الحديد احنا علينا ان احنا نحمي الاقتصاد ده ونحاول نقننه حضرتك هذا الاقتصاد شبه متوقف دلوقتي وبكل اسف ليه لان ما فيش سحب ما فيش بيع الاولا بس فيه فلوس يا باش مهندس في البلد ايوه فيه فلوس بس فيه فلوس وزهرت فلوس من تحت ايوه فيه فلوس اهنا مش مختلف مع السادتك بس النهاردة ايه مين نعمل عمارة وباحها تمام ما عملش عمارة فيها مثلا عشرين شقة يبقى محتاجين قوي وبعدين بقى ما يبقعش رأس المال ما درش ليه بقى ده جاب نين ده جاء الارتفاع الهائل في اسعار الاسمنت اسمنت كم في المية من تكاليف البناء اقل من عشرة في المية حتى لو اقل عشرة في المية معلش بس هو بعدين ستك بتستعمله من اول ما تحفره الاساس لغاية لما تركب السطارة الاسمنت منتج اساسي تقطاع ترمية واربعة وعشرة في المية ده يعني المشكلة في الارض لذا ما بكلم ستك انت لازم تتكلم على كل البنوت من اول الارض اللي ارتفعت 20 ضعف او 50 ضعف من اول حضرتك يعني ستك من عشر سنين كان سعر الارض في القاهرة الجديدة لا يزيد عن 1000 جنيه لا يزيد يعني سالة 2004 اللوتس دي تعرضت ب1000 جنيه لمنطقة في تجمع الخمس وده قاد ارقى منطقة في تجمع الخمس وايه ومنطقة فيها عمارات النهاردة متر بـ 12000 جنيه في عشر سنين يعني عالي 12 ضعف الأسمنت أيامية كان بميت جنيه سيادتك كان بميت جنيه سنة 96 كان بميت جنيه من عشر سنين آيه سنة 2006 كان بميت جنيه النهاردة الأسمنت من 600-700-800 النهاردة السنة دي أول السنة اللي فاتت أول 2014 كان الأسمنت بـ 300 جنيه النهاردة الأسمنت بـ 800 جنيه كل ده حضرتك أدى إلى أن المعروض ما بيبعش أنه عالي جداً بقى فوق طاقة المشتري وطاقة المشتري إمكانيات المشتري ما وصلتش لمرحلة أنه هو يغطي الفرق اللي هو بقى 200-100 أو 250-100 أتمنى أن نكون وجهنا رسائل في الحالة عادية لجهات كثيرة جداً من المهتمة بإقطاع التشهيد لأن أنا شايف أنه القاطرة التي تجذب الاستثمار والاقتصاد برمته متهيع لي أن تعديل بعض القوانين واتخاذ بعض القرارات مش شعص مش صعب ممكن ندرسها ونعود مع الأطراف الفاعلة مع الجلسة ما بين وزير الصناعة ووزير الإسكان وممثلين لاتحادة البناء والتشهيد أو مقاوري التشهيد وبعض كبار المستثمرين في قطاع التشهيد ونوصل لحلول من سفوز السيد شرفتنا شكراً جديراً ألف شكر بشكر سيدك بشكر أستاذ مشاهدي إلى اللقاء الإسبوع القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة